من خلال زراعة الأشجار المثمرة يسعى المزارع الفلسطيني لتكريم أرضه في مختلف المناسبات واليوم تكرم مدينة وجنين الشهيدة شيرين أبو عاقلي التي استشهدت على أرضها من خلال حملة واسعة لزراعة الأشجار هذا هو التكريم الوحيد الذي تستحقه الأرض في كل المناسبات اليوم في عيد الأضحى ومن على أرض مدينة جنين تكريما للأرض أولا وللشهيدة شيرين أبو عاقلي التي استشهدت عليها تستكمل الجمعية العربية لحماية الطبيعة مشوارها في زراعة الأشجار كرد طبيعي على انتهاكات الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية واقتلاع الأشجار بشكل مستمر اخترنا المكان الذي هو بالقرب من مكان استشهاد شيرين أبو عاقلي في جنين سنزرع أشتال العنب تكريما وتخليدا لروحها وبحلول عيد الأضحى المبارك بحب أقدم كل التهنئة لكل مزارعين فلسطيني ولكل أبناء الشعب الفلسطيني وهذه المناسبة هذه الحملة أطلقتها العربية لحماية الطبيعة تكريما لروح الشهيدة شيرين أبو عاقلي نحن اليوم في النشاط الثالث في جنين سبق هذا النشاط نشاطين النشاط الأول كان في بيت حنينة اللي هو مكان سكن شيرين أبو عاقلي والمكان الثاني كان في بيت لحم اليوم نستكمل زراعة 3000 شجرة ضمن هذه الحملة ورح نستمر رح يكون فيه أنشطة أخرى في قطاع غزة ورح نزرع كمان ألف شجرة مجموع ما سيتم زراعته من الأشجار ضمن حملة شيرين أبو عاقلي سيصل لأربعة ألاف شجرة وتأتي ضمن برنامج المليون شجرة الذي تنفذه الجمعية العربية لحماية الطبيعة في مختلف الأراضي الفلسطينية رسالتنا المزارعين في جميع أنحاء فلسطين إلى العودة للأرض إلى التمسك بالأرض خاصة في ظل الهجم الاستيطاني المتواصل على أرضنا الفلسطينية من أقصى الشمال إلى الأقصى الجنوب والتي هي بالأساس تستهدف الأرض والإنسان في الأرض الفلسطينية هكذا وفي كل مناسبة تكون أفضل طريقة لتكريم الأرض التي تنتظر المزارع بأن يعودها بل ويعيد عليها فبالرعاية والزراعة تعود لها الحياة من مدينة جنين المحتلة حمد حسين رؤيا ترجمة نانسي قنقر